يبدو أن السياسي الفساد في العراق لم يكتفوا بالاستيلاء على عدد من عقارات الدولة فجاء الدور على واحد من أقدم المتنزهات في بغداد وأشهرها متنزه الزوراء مهدد بالإزالة قريبا والبديل هو مجمعات تجارية وسكنية جديدة لحساب سياسيين متنفذين ويكشف عن تلك التسريبات لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان الحالي ومسؤولون في مجلس محافظة بغداد أنباء إزالة متنزه الزوراء وإنشاء متنزه بديل في منطقة التاجي شمالي بغداد قوبل برفض وتنديد واسعين في الأوساط الشعبية التي عدت موضوع إزالة المتنزه حلقة أخرى في مسلسل الفساد السائر بخطة ثابتة باتجاه تقويض أملاك الدولة وأصولها لذلك نستطيع أن نقول أنها لم تكن الأولى ولم تكن الأخيرة بالنسبة إلى حيتان السلطة وحيتان الفساد في نهب أملاك الدولة وأملاك المواطنين فنقول لهؤلاء أن ما تفعلونه هو غرب كبير اتجاه أبناء بغداد وأففال بغداد وشباب بغداد الذين يذهبون إلى هذه المنطقة للتنفس هذا مملك واحد هذا مملك عامة هذا منتزه للبلد كله متنفس للعوائل العراقية يعني اليوم ماذا يريدون إلى أن يريدون أن يصلوا بالبلد إلى أي منطقة يريدون يكفيهم يعني تجويع وتدمير وهدم بيوت وبطالة وفقر وصل إلى 30% مساعي الاستيلاء على متنزه الزوراء وتحويله إلى مجمعات سكنية وتجارية للمتنفذين ليست الأولى من نوعها فالسنوات الماضية شهدت عمليات استيلاء واسعة على مساحات خضراء في بغداد وتحويلها إلى مشاريع مختلفة بحجة الاستثمار من بينها مناطق مطلة على نهر دجلة وأخرى في ناحية الرضوانية المحاذية لمطار بغداد الدولي إضافة إلى مناطق في جانب الرصافة في بغداد حيث وصف مختصون تلك العمليات بأنها جرائم مروعة تهدد التصميم الأساسي للعاصمة وتشوه معالمها